معنا من تل أبيب أستاذ الصحافة الدولية في جامعة رشمان سيد هنريكي سامرمان سيد هنريكي أعتقد تسمعنا بوضوح الآن وعلى مدى عقد كامل كان من الواضح أن عملية السلام أصبحت نقاشات بلا أفق حقيقي لها ما قراءتكم لتأثير ما يحدث الآن من تطورات عسكرية من حرب على قطاع غزة على هذا المسار تحديدا مرحبا بكي شكرا على استضافتي أعتقد أننا نعيش في أوقات دراماتيكية لأننا ندرك الآن أنه بعد حوادث السابع من أكتوبر لن يعود الشرق الأوسط كما كان في السابق أشياء كثيرة حدثت الصور التي نراها من الجانب الإسرائيلي هناك 200 ألف من اللاجئين ونزحين داخليا وكذلك الضحايا التي تسقط في غزة كل هذه الخسائر هي مؤلمة لكن علينا أن نعرف كيف بدأ هذا نعرف أنه بعد تلك المجازر التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر أنا كنت هناك في ذلك الصباح في أحد المزارع والكيبوت وكان هناك أطفال قتلوا وما فعلته حماس هو نتيجة مباشرة لكون إسرائيل كانت تشعر بالتهديد من حماس في غزة أعتقد أن حماس فعلت ذلك من منطلق أيديولوجيتها أنا كنت أتقابلت قراءة مخلة سيد هنريكي أن نقول أن التاريخ بدأ فقط في السابع من أكتوبر ما يحدث الآن هو نتيجة تعقود من الصراع بين الطلافين بدأت منذ النكبة وصولا للسابع من أكتوبر ولكن الآن المجتمع الدولي يقال أنه سيتعامل مستقبلا مع طرف القادر على إنهاء الجنون في قطاع غزة من هو هذا الطرف؟ نعلم أنه إقليميا توجد أدوار تاريخية بالنسبة لعمان بالنسبة للقاهرة ويقال أن تهران ربما تبحث في هذه المرحلة عن دور فاعل في القضية الفلسطينية ما أراه الآن هو أن بلينكين وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة كذلك مدير الوكالة المركزية للاستخبارات ويليام بيرنز وكذلك نرى عددا من التحركات التي تحدث وهناك رغبة في عدم استمرار ما كان في السابق ولكن علينا أن نفكر في ما سيحدث مستقبلا نعتقد أن الإمارات ودول التعاون الخالجي لها دور مهم في مستقبل غزة وعلينا أن نفصل ما بين حماس وسكان غزة الذين يعانون لأنهم أصبحوا دروعا بشرية لحماس نحتاج إلى التفكير في المستقبل لأننا نريد مستقبلا لغزة خطة مرشال هناك كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وعلينا أن نطور غزة أتذكر أنه في سعينيات القرن الماضي كان هناك أمال بأن تتحول غزة إلى شكل من سنغافورة أو دبي والذي نراه الآن هو أنه في ستة عشر عاما الماضية قامت حماس برهن السكاني ووضعتهم في وضع بائس يائس شكرا جزيلا لك ضيفي من تل أبيب أستاذ الصحافة الدولية في جامعة رشمان سيد هنريكي سامرمان على ما تفضلت به أشكرك شكرا جزيلا لك شكرا